بحسب ما يرد في الإعلام الإسرائيلي حتى نقلا عن مسؤولين أمريكيين تقرير لسي أن أن محمد يقول إنه يتوقع هذا المسؤول أن ينتقل الجيش الإسرائيلي في الأسبوع المقبل إلى مرحلة أخرى من هذه الحرب أن يقلل من تكثيف الغرات الجوية ويركز على العمليات الميدانية التكتيكية البرية وهنا عمليا الوجهة هي الأنفاق على الرغم من أن هناك إقرار في الإعلام الإسرائيلي وآخرهم كان تقرير مفصل ليدعوت أحرنوت الصحيفة الإسرائيلية التي قالت وأكدت أن هناك تصدي تحديدا من خلال الأنفاق وأن هناك معضلة تواجه القوات البرية الإسرائيلية حيث يتصدى المقاتلون يخرجون قبل الخروج من فتحات الأنفاق يكون هناك استهداف للقوات البرية بالطائرات المسيرة تطلق على القوات الإسرائيلية رؤوس صواريخ RPG ثم تواصل القوات المقاتلة التابعة للمقاومة الفلسطينية تواصل إطلاق قذائف الهاون والصواريخ المضادة للدروع ليتفاجأ الجنود الإسرائيليون بخروج مقاتلين من فتحات النفاق هذه الحادثة وهذا السيناريو للعمليات البرية تكرر وعمليا في آخر حادثة جرت وحدثت في قلب قطاع غزة أو في المناطق التي يجري فيها الجيش التوغل أصيب عشرة جنود على الأقل في حادثة مشابهة لذلك وهذا جاء في تقرير ليدعوت أحرنوت وبالتالي هناك إقرار إسرائيلي حتى من استمرار هذا التصدي لعمليات التوغل البري الجيش يقول أنه ماضي في هذه العمليات واضح أنه يواجه تصدي من المقاتلين الفلسطينيين هذا عسكريا هذا ميدانيا أن الحرب ما زالت دائرة على قطاع